في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون عبر العالم ولأن المملكة تطمح للمحافظة على النتائج الإيجابية المحققة في مواجهة الجائحة اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الجديدة ليلة الـ 31 من ديسمبر من عام 2021 إلى غاية الفاتح من يناير من عام 2022 تشمل هذه التدابير منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية ومنع الفناضق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة كما تهم هذه التدابير اغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 11 ونصف ليلا وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا تأتي هذه التدابير في الوقت الذي ما يزال فيه خطر تفشي الوباء قائما ومستمجا وفي هذا السياق شددت الحكومة على أن ظرفية الرهنة تبقى في حاجة إلى التقييد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية القرار الحكومي يأتي أيضا بالتزامن مع دعوات خبراء الصحة للانخراط في حملات التلقيح هؤلاء يؤكدون أن تحقيق المناعة الكافية ضد متحور أوميكرون والعودة إلى الحياة الطبيعية رهين بأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح